السلام. سلام. إن شاء الله تكونوا بخير على خير. أموركم هنية وأحوالكم طيبة. الحلقة اليوم هي حلقة خاصة. جواباً أو لا تتيمة انتاع شنو وقع الوفاء اللي كلكم جاوبتوا معها. وخليتوا لها تعاليق لي هي إيجابية. الناس اللي ما عارفوش هاد القصة. أنا سأخبركم باختصار مفيد شنو كين. سأخبركم بشي بلاصة هنا. لأمينياتوغ أو الرقم بتاع الحكاية باش مشو تشوفه وتفاهم كل شي بالتفاصيل. أنا أعطيكم بمختصار مفيد. وفاء واحد شابة عندها بزاف جيد ط كبرات ووسط والدين ووسط عائلة متوازنة وكل شي كان هو هاداك. حتى الواحد النهار. فاش غادي تبغي واحد السيد. عمرها مداد شي علاقة بحيزة نهائياً. طال النهار غادي تبغي واحد السيد بالضبط. اللي وعدها بكل ما هو جميل. وعدها بلي أنه غادي تزوج بها. فغادي تمشي معها وغادي وقع خطأ ما بينه وما بينه. لكن واحد الخطأ اللي كان بسيط إلى أنه تحول الأمر اللي هو كبير وانتج عليه حمل من بعد ولادة. ما قدرتش تتخلى بطبيعة الحال على ولدها. لكن طررت بشأنها تخلي لأنه ولديها وخوتها اللي لم تساقوا لها الخبار يقدرون نحيوها. فهي كانت كنت طلبنا في ذلك الحلقة باللي أنا وندعي ومعها ونعطوها حلول. شنو تدير بشأنه ولدها يبقى ديما قرب لها وما تتعطيش لعائلة واحدة أخرى. وبطبيعة الحال كنتم بزاف اللي كانت قولوا لها. شدي ولدك بيديك وبسنانك. اليوم أنا جيت نعود لكم الجديد اللي عودت ليها. الجديد لي هو خمسين في المئة مفرح. وخمسين في المئة نكتشفها من بعث. بش تفاصيل في أول تعليق سنخلي لكم الفيديو. أخرين لا تعطيش عليكم أكثر. ونقول لكم باسم الله يلا لنبدأ. كتقول الوثاء إذا بقتوا عقلتكم نتسولتكم شنو هو الحل. حيث ما نقدرش نبوح بهذا السر العائلتي. لكن فشفت 990% من التعليقات ديالكم تسررون باش أنا لي نعتعرف بالحقيقة. باش نقدر نفوز بالحضنة لدي. قررت وأخيرا أنا لي نقولها اليوم. وما تصوروش كيفاش كان ذاك القرار اللي هو الجد صعيب واللي خفت من وزاف. نهار قررت تعليق ديالكم. سيتدوز واحد يومين. وضعت مع واليدي. بمعنى كان واحد أخويا بقي معنا في الدار في ذلك الوقت. كانت نوية تمشي معها ماما. فأنا ما قدرش أنا لي نقولها لها. وهو تماما. وفي نفس الوقت سنقول إذا هي مشت. أنا سنبقى نأجل في الموضوع. ونزيد نغلط. غلط على غلط. كيف قررت بزافة ديال تعليق ديالكم. مهم. شكرا على أي واحدة كتبت ليجيكم ومترس وزوين سواء خيبره وصني. وصني بطريقة زوينة. ورغم مهم. كل شيء قررت على الكومنتر. سكرتهم كاملين. وبقى كل مرة ندخل. ونشوف لكم كومنتر جديد كنقرها. مهم. قررت باش نقولها. المهم فاش قررت باش أنني نقولها. أول حاجة. غادي نديل. هي غادي نعيض لخالزين. لأنه ما يمكنش نتواجه مع واليدي. وما يمكنش نقول لهم هاد الخبار. في الدار. لأنه خويا كاين. وشخصيته صعيبة. وعصابي. ويقدر يقتله. وما يعقلش عليه. المهم فاش وليدي. خرجوا مع هاد خويا. بقيت بوحدي. أنت أنا صنعت على خالتي. قلت لعفك خالتي. لا أعرف ممكن أن أأتي عندي للدار. سأريد الضروري أن ندوي معك. سأريد غير بوحدي. لا يمكن شوافة. سأريد عينة واحدة. غير عودة لي في التليفون. فعلا. سنعود لها كل شيء. بالطبع. وهذا اللي وقع. حتى عودت لها جميع. حتى فاصل. مكيت وبكت معي. وقلت لي يا صافي. دابا. ما شي مشكل. لأنه اللي وقع وقع. غير هو. سيخصك ضروري تقولها لوليدك. حيث ما كان شعلك أنك تسكتها كبر الموض وبطبيعة الحال كل شيء حاسبني. أعجب أن تسكت. ولكن الظروف كانت أقوى. لقد قلت لي عيطة خالتي على ماما وبابا. وقالت لي هم أجوا. بغيت نهضر معكم. أنا كنت نوية لكي نحضر معهم. نواجههم. لكن ما قدرت. هي عيطة عليهم. ومشوا عندها. وقالت تعاون لهم كل شيء. في ذلك الوقت اللي هم فيها عندها. أنا بغيت نموت بالخلعة. لم أعرف ما هو الجديد. ومش تقبلوه. بقيت قصة في بيتي. كانت أنهم غير إمتيجوا. لكي نرى ردة الفعل لهم. علما أنني أعلمت خالتي. العار عندما أأتي معهم. حتى اليوم تقدر توقع شكاريتها بينهم في الدار. كان أخويا في الدار الوقت اللي أرجعوا فيه. فما سيبينه لي شيء حالا. أنا بقيت قلصة. في بيتي. حتى ستدخل علي ماما. بحدها. حتى قلت لي حاجة واحدة. واشكلتي. ومشت. عرفت على إحساس كيف شدائر تمنيت الأرض. وتصرتني. ولا نعيش ذلك النهار. جاءت دخلت عندي خالتي. وقالت لي رفع شعوت لهم القصة. وفاء. رفع شعوته. وقالوا لي لماذا سكتت. وقالت قدرنا شيء حاجة ذلك الوقتها. ونصفتنا أصلا لك أنها تقرأ. وتقنى فيها. ويجبت لنا معها ولد. قالت لي المهم. سيضروا بزاف وغوته. وقالوا بلي أنا والحل الواحد. اللي سيضروا معك. هم أنهم سيضروا ذلك خينة. وسيجروا في المحاكم. على ذلك الشي اللي يدار. والضحكة اللي يدار فبك. قال لها أنا قد ضباه. وأنا أتضحك على الرجال في الدار. ولكن الولد. ما سيضروا. قلت لي يا ابن قال لها الولد هي دابا ما غديش تشده. أنا بقيتك نشوف. غدي تقول لي يا عتيشنو. انتي دابا بقى يقلس في البيت. وغرس كتي. عتوفش قلت لي هذه الجملة الأخيرة. قلت لي ها. شنو. ما غديش نشده. أنا ما يمكن شغلتي. أنا أصلا دير هذا الشي كامل على قبله هو. أما أصلا نبقى غرسكتو. ما خسر حتى شي حاجة. غير حلا قبله. قلت لي عفك. أبنت أختي. من بعد ذنها ضروف هاد الشي. غرس كتي دابا. ذلك الشي اللي كان. ما في بيتها قلسة. أنا بغيت غير عندها نقول ليها. غير سمحي لي على هذا الشي اللي درت ليكم. جمعت القوة ديالي. ومشيت. دخلت عندها. غير بديت ندوي. وهي تسمت لي فمي. قلت لي عندك يسمعك أخوك. ويأتي دخل البيت. وبدأت تكدر بفراسها. وقلت لي شوهتيني. وقعد الدريات داروا وخرجوا. وفي الأخير مشوا بعزهم. وانتي هي شوهتيني. انتي هي دبحتيني. دبحتيني كامليني. شو سأقول لكم أخوتي في هذه اللحظة كرهت راسي. حسيت بها وحسيت بشنو حسات. ما غ يلومهم. سوف نرجع لبيتي. وسوف يثبت معي خالتي. ذاك الليلة. اللي فيها مقدرة الناس. وغير تنبكي. لأن وطيحت على دارنا. قنبولة. لم يعرفوا مين تسلطت عليهم. صباح في قتني ماما. حيث قال لها بابا نمشوا عند خينا. موشينا للمدينة اللي هو فيها. أعطي عليه بابا. قال لها فينك. أجراني بغيت ندوي معك. حيث الشي الأخر ما كانت فرس هواله. حيث خطعت معها لدرام. تلقى معها بابا. وبدأوا يدبزوا في الزنقة. ضحكت عليها. وضحكت علي بنتي. وحملتها. وقطعت لها كرشة. ماما حتى يبقى تتعين معه. أو مجاو البوليس. ومشينا لكمي ساريا. ماما صغفت ودوها للصبيطار. مشت معها هذه خالتي. وانا بقيت مع بابا. ومع الاخر. سيضيروا لنا محضر. ودخلوا عند الرئيس. وسيعود لك ذلك شيء اللي عودت لي خالتي. وقال لي يا هضري دا بنتي. بدك يسهول فيها. وسيقول لي كين. عارسوه ما سيقول لهم. أنا ضحكت هذه اللحظة. سيقول لهم تدوي. قال لها اه. ذاك ما قلت راه هو اللي كان. وخاما قلت تفاصيل. أنا أصلا ما بغيتش نزيد نخسر صورتي. قلت لهم راح تتخطبت. عاد حملت. ما قلت لهم مش راني عارفته من قبل. وحملت منه. عادش أخطبني. قال لي هم. اللي قلت هو هاداك. غير هو. هندروا هو اللي والتحالي. إذا كان ولدي. نتحمل المسؤولية دياله. أنا ما عنديش مشكلة. قال لي الرئيس. كيفاش واش إذا كان ولدك. ومعاه هو غدار. وبدك الهضرات ديالو. ديال النصب قال لها. ولا رئيس. بغيت نقول لك زعماء. سنتحمل المسؤولية. وهذا الشيء كام نوره كين. ولكن يرى كنت بغيت تطيحه. أنا جاوبت. آه سيد الرئيس. فعلا كنت بغيت نحيده. لأنه كنت نشوف راسي في وقت صعيب. ولكن بقيت تابعة هادرته. كل مرة ويقول لي. واخر. احنا سنجمعه. صبرين نشوفه كيف نديره. ومرة لراني ما بقيتش مفاهم معك. كنتي لعبالية. حتى اللي اعطى الله عطاها. وهو غدي عاود ثلاثة ديال مرات. ديالك إذا كان ولدي. قال لي الرئيس. على ب ما بغيت تقصد. هي بنت تشك بأن ذلك الولد ماشي منك. لا. غير قلت في حالة ما. لا. رأي ما كان في حالة ما. لا. رأي هذه البنت عمرني ما شفت منك المتلعيب. وعمرني ما شفت منها شيء حاجة. آه. ايوه. وعليش كنت تقول هذا الولد بأنه هو ماشي ولدك. قال لي رأي رأي ندير تحليلها ديالاتين. ونشوفه. إذا هو ولدي. نتحمل المسؤولية دياله. ايوه. امنين ماشي ولدك. علش هاد يدير هذه الخطوات كاملين وتزوج بها. وعليش هاد مرأة م المخلي ذلك الولد. اذا ماشي هو ولديك. انا غيرتها نشوف. وتنقولي في خاطري. منك المولاني الغدار. شو شو ش حال درت على قبلك وش حال بركت على نفسي باش انا لي نرضيك. والعذب كله. وفي الاخير خصفت علي اذا كان ولدي. ما قدرت نتناقش معه. لان انا وانا صافعيت. وضعفيت من الحوار لما عنده نتيجة. داروا محضر. حتي شفت نتناقش معه والدي. مو مكنت جراته. وقصته بالطفر دياله. فغد يسو له هوا بغيت ندعيها. نقللي هوا بغ وكتبوا الأقوى لديها كذلك في الأخير حتى سأخرجه وقال لها صفي صفي الشف أنا لا أريد أن ندعيها وقال لي بابا قدام الرئيس سأقول لك زوجتي الحاجات يدير الولد في الحالة المدنية وخطلق السمام على الأرض الولد يدار في الحالة المدنية وثاني حاجة الولد يبقى عنده في ذلك اللحظة لا يمكن كيفية حيث انا قمت بها كامل لكي تجمع مع الولدي لكي نكون معكم صراحة الكثير من التعاريخ كانوا يقولون لا تخلق عليه ولكن انا لو لم تكن شغلت هذه الولدية كنت سأشتده بشي طريقة واحدة أخرى ما هي ينزوج واحدة أخر ونتفق معه ينمشي نتبنى ويما نقول الولدية يتبنى ورأني بغيته عمرني كنت بغى نخليه لكن بعد المرة تفعل انت نقول بي انه إذا كان مع عائلة واحدة أخرى ربما يكون حسن ولكن فشفتراتي بي أنا ما قدراش نبعد قدراش نطلب الله أنه يحل لي شطراتي سهلة ويكون حدايا هذه كانت نيتي ولكن عندما قررت بشأنني نشركم حكيتي كان أحسن القرار من نهار الآن وما قررت التعليق لكي يشفروا الجروح وزادوا بي القدام عرفت بأنني خطأت بزاف وما بقى عندي الحق في الخطأ نرجع للأحداث ماذا نوقع فيها عندما قال لي يا بابا ذلك زل الشروط سألني الشاف ما الذي أريده وما تعطيه الولد قدرت له أبرصي بحاله وقال لي أبا قال لي ما مني تكاوفاء كيف سأتطيعه وكيف سأتحصل وكيف سأتحصل وكيف سأتحصل وكيف سأتحصل وكيف سأتحصل يمكن أن تحصل وكيف سأتحصل تكلم وكيف سأتحصل وكيف سأتحصل سوف أخرج في حالتي لم يكن لديها شبقات أمه هي وخة نهز على راسيه على عينيه ولكن أخوتها سوف يعرفه ولا يبقى يجوا عندنا الدار قالت للبوليس الله يرحم لك الوليدين دهي معه بابا سوف أقول شي كلمة سوف نقلبه شي قليلا فعلا جاءت ماما وبدأوا يهضروا معها شرب عادية البوليس والشاف وقال لهم ما تفرقوه أنا لم أستطيع أن أخبره الوليدية لم أستطيع أن أخبره لأنني أخربتها وقال لهم كانت أحدثة كنت أخرى ولكن أخبرت الطريق ولم ألف العلاقات لأنني سيطير ولكن أنا أنا كنت أخرج ولكن أنا إنسان أدخل أسوق راسي ومرة أغلطت ولكني أخبره ذلك الان سوف نذهب ولكن هذا هو أكتب في ذلك اللحظة كانت هضروا علي البوليس ولكن لم أعد ذلك كانوا يضروا بصوتي عند وليدية لا يمكن أن يجمع ماما و بابا في واحد القاعة و يقولون لهم حنوا فيها و احتف ذلك الولد ولكن هم يقولون غير لا 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 تجيبوش لينا و لا تجيبوش لينا ولده هو و يشدو عنده و يتكمل قريتها و حيتها رجع لنا الدار و قال لي يا بابا بني أنه سوف يدفعو الوكيل الملك باش أنه يديرو في حالة المدنية هو صحيح أنه حيت تعليا و حج الجبل الذي مقدشنا هو ولكن ذلك الجبل باقي منه شوية باقي ممزيانة و عمرني لا يمكن أن نكون فرحانة و عقلي لي لا يكون معا حتى تشدرته على قبله و لا كنت نويا بش أنني ندوي و أعرف راسي بأنني غلطة ننسيت ما قلت لكم بأنه ماما و بابا قالوا لهم بأنها تتخدم وتمشي لشي مدينة تكسع تجيبوه لها إذا أردت المهم محدة هي معنا في الدار و أخوتها سوف ينجين لا يمكنك أن يأتي لنا تحتاج في هذا الموقع في الدارة الجدابة سأتنقلب على خدمة برق الناشف والخدمة التي جاءتني كان نوض كانت تفعلها أهو لم أبقى كيدوي معي حيث شوية نهار جبت معه الموضوع و بالعاني قلت لي غالي يمشي نقول لولدي الحقيقة انتع والدي الذي كان يشوفه بالك يضاي مني قال لي اذا اذهبت قلتها اليوم غير من سيني و عمره ما يعرفني و عمرني نجي نشوفه ولا بقي نجي نهضر معك أغا نجي نلوحه لك و عمرك تعرفني ولا يعرفني و ما عندي ما ندر به و فعلا تكشي اللي دار ذابه لأنه لم يرسوا حيثا و كان الله أعلم المهم قطع لي قطع واحدا لدرجة أنني أريد أن أغنصوا عليه حيث مدة ما شفت ولدي لا كيف يدير لا كيف يبقى لا كيف يبقى ولله ولكن أنا في جميع الأحوال ما عندي ما ندر به هو أنا أغا غير ولدي ولقى خدمه و نشده بسناني و ندر لي كل شيء أربي غير يعوني و خبقة صغيرة و خاص العوين ولكن أنا أغا أهم أنا أغا أهم أنني أردت بالنصائح جالكم و أحسن حاجة وأكت تردد بثاف كانت متردد بثاف بشيء و نجل و نقولها بشيء و الدرجة كانت مالك مدى و كنت أستعمل و حد الزيان موجودتها قبل اني قلت اخفتها انت اخفتها انكم لست خفتها من انك فيه انك خفتها من المرغ و انتم تقولها انها تمثل اخفتها منه وكذلك تنظر عليها وكذلك كان خافتا وكذلك تنظر عليها فأخفتا فأخفتا أنا متحدث مع وليدي وعليك فأخفتا أنا أراك ذكري وكذلك يقولوا لي والدي قالت لي يقول غرش ماتا ماتا وانتقوا تزوجتوا وقدرتوا عرس أو مشي مشكي يعني لا أريد أن يقول يضرب على ذلك الشيء يضرب على ذلك الشيء والكساع حملتي ماشي مشكلة ذلك الساعة ما كنت حاجة قلت لي قولي هاليا قلت لي هاليا قبل قلت لي قولي هاليا ذلك الساعة وانتي حاملة ونقف معاك لانه مخصكم تعرفوا بلي انا كل شي عارف بلي انا اتبصمت ولكن حتى شي حد ما عارف بلي انا اعقدت خالتي لا غير يعني فاش يشوف عندي ولد ايبقى ويتسأله من يجبتي وكيف اجدرتي ليه قلت لي يا ماما ياريت على الاقل كن قلتها غير خالتك ديك الساعة كنا نقدروا نعتقل موقف ندروا شي حفلة غير صغيرة ونصفتك المهم هذا هو المكتاب وانا ما كن لومهوش مكتاب ما كن حاول نلومه ما نحتره مني كان وعاب راسي يكون قولي ياريت كن غير قلتها كان قولي خبط راسي مع الحي كن ياريت وعالاقل ندوي معك احسر بعض أحسر بعض وعلى شخص كانت في مكتاب وعلى شخص كانت في مكتاب وعلى شخص وعلى شخص نقول عندك انت أعرف عندك لا تسكت بزال عندك أن نقول احسر بعض احسر دعاوي أحسر بعض أول مرة كنت أشعر لك المساج يريد أن يكتب لك شيء يدعي يعني كلمة زوينة كنت تفرحك شكرا على المساج الدين وكابلين وكنت مننا كنت مننا دابة إذا أريد أن تقول لي هم الجديد ديالي كنت مننا وحتى أنت يدعي معي يسهل لي أفشي خدمة في أقرب وقت من هذا الله لنبدأ وكرهتها تعال لي اختبه ومتجيبه وبعكسه لي وليدي كنت أشعر لدي حتى أنا أحتاج لي وهو أحتاج لي كذب وشكنا ما غني يبقى أخر لدي هذه الخيفة بندها لديك حلعيني أنا صغرين أبو كانت بندها كانت بندها ومي بختي وكان يقدر اسبها يدعي معي بشي خدمة ويشباش بليبون يا الله أرحم لكم الولدي حتى كيف ما انظرت مينة تانية ويشترتكم حتى دابة حتى دابة نقول لكم بندها قدرت حاجزوين ومترتقار ربزين واني عاوت لوالدي وحيتني الجبل ما تتخيلش كيف شكت هذا واني الجبل باقي باقي أهم حساب منه وانا ولدي ما جبتوش عندي وكانت بندها بديو معي باش نخدم باش إنساء الله نجيب عندي ويعكسوش لي هذا هو الجديد واني اللي ستقدر نقول لأي مستمع وقدر يقدم شي مساعدة الوفاء في الدومان هي تكنيسيا سبيساليزة في الديفلوب مون ديجيطال واخدت الليسانس فيها فأي واحد بغي يعاونها وغيسانها باش إنها تلقى شي خدمة وعنده شي بوست فين حطها باش تقدر تعتق والده هذا هو أكبر خير هي محتاجة فلوس هي محتاجة دار هي محتاجة تشي حاجة من غير خدمة التي تقدر توقف لها مع ولده ومع أراضها إن شاء الله نسمعه وفي مقاريب وثاني الجديد باللي أنه أخيرا هو اعتصار في بولده ويلقت خدمة واخدت لحضانة دي الولده وإن شاء الله يكون خير هذا هو الجديد اللي قلت ما سأخذ لكم بيه اليوم وخا ونتلقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله سلام سلام